وأكوتينيو اللي جيب 60 مليون يورو انتقل إعارة لباني مونيخ مدة سنة مع خيار الشراء ب120 مليون يورو في نهاية السيزن القادم وبالتالي الصفقتين اللي برشونا جابهم مكان يمار هما صفقتين نحس طيب جريزمان زي الفول اللي ماشي بشكل كويس جاب جونين والدانيا معاه جميلة ولطيفة ويعني جمهور برشونا متقبله بشكل كبير جدا وفي كيميا طبعا كيميتو في الدوري الأسباني مع أتلات كومدريت خلت عنده سهولة في التعامل مع الدوري الأسباني ومع الجمهور الكاتلوي نمار في ساعات النهاردة الأولى من صباح اليوم لقينا فيه مفاوض نادي برشونا سفره على باريس سانزرمان علشان خلاص يتفاوضوا بشكل رسمي على شراء نمار مرة أخرى إلى نادي برشونا نمار نضج طبعا نضج وفيه معرف أن كرة القدم أبدا عمرها ما تكون فلوس لوحدة هي فلوس ومجد المجد طبعا لو فيه فلوس طبعا يمار كان بياخد فلوس كتير برشونا لكن في باريس سانجرمان بياخد فلوس كتير قوي قوي تمام ممكن في السنة يخلده 50 مليون يورو تتكلم على دابل السالري أو دابل المرتب اللي بياخده في نادي برشونا وبالتالي العرض المقدم الأولاني كان من برشونا إن يتم دفع 150 مليون يورو ويتم دفعهم في سنة 2020 باريس سانجرمان رفض العرض ده تماما وقال أنا مش هتكلم في أي حاجة بسبب العرض الهزيل اللي متقدم من قبل نادي برشونا العرض التاني اللي وصلوا له النهاردة واللي على بعد خطوات من إنهاء صفقة نمار ده على حسب الكلام اللي بيكتب في كل المواقع كل الصفحات الخاصة برشونا والخاصة برشونا يعني أنا بقول لحضراتكم كلام مكتوب مش بجيب كلام من دماغي ويعني عندي كم حد من الاصحاب المقربين اللي عايشين بروا ومتابعين في الصحافة الأوروبية ومتابعين قرى عالمية وعندهم باع طويل في موضوع الصفقات والعلاقات الأوروبية بيلولي إنه فعلا فيه مفوضات حاليا لكن هي صفقة قرابة جدا جدا لكن لسه ما تمش الإعلان عنها فيه ناس كتبت إن الإعلان بدأ إنه هيكون قريب لكن لسه ما فيش إعلان الصفقة العرض التاني اللي أقول لحضراتكم عليه إن برشونا قال هيدفع 170 مليون يورو هيدفعه مالا دفعتين العرض ده باريس سانجرمان وافق عليه لكن لسه مش رسمي لكن مبدأين وافق عليه لسه هيتفقوا مع بعض إزاي هيتم دفعه على مرتين علشان ينتقل نيمار أخيرا من باريس سانجرمان إلى برشونا بعد مسلسل ده متقيل جدا ده من لمدة سنتين نيمار يتصف فيهم كتير جدا مرتين في الدورة الأبطال ما لعبش بسبب الإصابة مرة قدام ريال مدريد في دور 16 لما باريس سانجرمان خرج والمرة التانية أمام منشستر رينايتد لما كان عنده إصابة أيضا ومنعته أنه يظهر أمام نادي منشستر رينايتد وبالتالي نيمار هو كمان نحس على فريس سانجرمان وبالتالي نيمار خلاص على بعض خطوات من الانتقال إلى برشونا ده لو تمت الخطوات كما يجب أن تكون على حسب الكلام المكتوب في المواقع وفي الصفحات وعلى لسان صحفي موثقين سواء تويتر أو على الفيسبوك موثقين ده يعني جنبيهم العلامة الزرقى يعني بيكلم على ناس مصدقيتها عالية جدا 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 هم كمان اللي بيكتبوا بنفسهم مش حد بيكتبلهم ما عندهمش أدمنز بقى أو عندهم أدمنز لكن بيتم التنسيق بينهم وبين أصحاب الصفحات علشان يكون فيه أخبار موثقة مش بتكلم على المصينة أو بتكلم على العرب بتكلم على الأجانب بشكل عام وبالتالي ده موضوع نيمار أنه خلاص على بعض خطوات وممكن مع حضراتكم إن شاء الله نعلن خلال الأيام القادمة في برنامج وولد سبورتز اللي هيكون مع حضراتكم يوم الجمع إن شاء الله من الساعة 6 إلى حتى الساعة 7 ونص هنرجع تاني مع بداية الموسم الأوروبي ممكن يكون قبل ما نقف الباب الانتقالات في نهاية الحلقة وقبل ما يوم السبت يكون جين نعلن حضراتكم إن نيمار انتقل رسميا إلى برشونة أو ممكن ما نعلنش ونقول إن خلاص نيمار هيكون باقي في باريس سان جرمان علشان يقضي موسم صعب جدا مع الفريق وللأسف يلعب رسميا عنه تعالوا بقى نروح مع حضراتكم كده شوية للأخبار الخاصة بالنادي الأهلي ونروح نشوف ندينا إيه الأخبار فيه ونبدأ بخبر مهم جدا وعنوان الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري فاروق يتفقدان المنشآت بفارع الشيخ زيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قام بجولة مع الأستاذ عمري فاروق نائب الرئيس بعد ظهر اليوم أثرساء بجولة تفقدية في فرع الشيخ زيد لمتابعة سير العمل بالخطة الإنشائية الخاصة بالفرع والمشروعات التي يجرى العمل على الانتهاء منها طبعا المهندس سامح علي كامل المستشار الهندس المجلس الإدارة قام بشرح التفاصيل المتعلقة بالمخطط العام الجديد لفرع النادي الأهلي بالشيخ زيد بعد اعتماده من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زيد وتسلم كافة الترخيص الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطة الإنشائية للفرع وقام الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري فاروق بتفقد الموقع المخصص للصلاة المغطى المقترح إنشاؤها وذلك المبنى الإداري والمكان الخاص بإنشاء جراش تحت الأرض ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة بالخطة الزمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من الإنشاءات وفقا لأفضل المعايير طيب الخبر التاني هو أيضا خبر خاص بالنادي الأهلي وخبر خاص بالنادينا العظيم نروح للخبر التاني نقرأ العنوان الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر ويفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في السالسة من مساء غد الأربعاء المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشاءها يأتي هذا في إطار الخطة الإنشائية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتطوير كافة فروع النادي وطبعا قال العميد محمد بورجان المدير التنفيذي إن افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر يأتي ضمن الخطة الإنشائية والخدمية ألها إلى التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ويعقف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية في الثلاثين من نوفمبر 2017 والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية طبعا الجزء اللي جاد مهم جدا وقال إن الفترة القادمة ستشهد أيضا الانتهاء من العملية الإنشائية الخاصة بمجمع حمام السباحة الجديد في فرع مدينة نصر بالإضافة إلى تطوير أصوار النادي وما داخله سواء في مقار نادي الرئيسي بالجزيرة أو فرعيه لمدينة نصر والشيخ زيد كمان جزئية مهمة جدا أضاف أيضا سيدة العميل محمد مورجان أنه قد تم الانتهاء من تطوير مبنى أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر وكذلك تطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين ويجري حاليا الانتهاء كافة الأعمال الإنشائية سواء في مقار نادي بالجزيرة أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زيد مجلس الإدارة زي ما قلت لحضراتكم من طاقة الفوت كورت اللي هيتم الافتتاحة بكرة إن شاء الله بفرع النادي الأهلي هتشمل 12 منفذا جديدا لخدمة أعضاء جمال أممية أو تم افتتاحها آسف طبعا فيها 12 فوت كورت ومقدمة لأعضاء جمال أممية وكذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب طبعا دي كانت تم افتتاحها وكنا مع حضراتكم هنا على الهواء مباشرة من قناة النادي الأهلي وعرضنا لحضراتكم كافة التفاصيل وعرضنا لحضراتكم على الهواء مباشرة طبعا المراسم الخاصة بي افتتاح منطقة الفوت كورت لكن إن شاء الله بكرة يكون المنطقة الترفيهية عشان نركز عشان نبقى عارفين أن الفوت كورت تفتحت قبل كده خلاص دي إن شاء الله والأعمال اللي جاية سواء مجمع حمامات السباحة أو تطوير مباني الإدارية في طرح نشيئين أيضا المباني الخاصة بأكاديمية الكرة بالنادي الأهلي مديد نصر بكرة إن شاء الله يكون المنطقة الترفيهية إن شاء الله كابتن محمود الخطيبة يكون متواجد على الشام طبعا يتم افتتاحها كده خلاصنا مع حضراتكم الجزء الأولاني الخاص بالنادي الأهلي نروح مع حضراتكم شوية لبعض الأخبار الخاصة بفريق كورة القدم طبعا زي ما عارتكم عارفين النادي الأهلي بتخطى أو تخطى خلاص المرحلة الأولى من بطول الدوري أبطال أفريقيا في مباراة جامعة مدينة